اشتركوا في القناة وقرب ذكرى الاستشهاد الاليمة للامام الحسين عليه السلام ورد عن الامام الحسين بن علي عليه السلام انه حينما حاصره الاعداء في صحراء كربلاء وقف خطيبا في القوم وصرخ الا ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يا ابا الله ورسوله والمؤمنون لنا ذلك يا ابا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت وانوف حمية ونفوس أبية من ان نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام اعلن تيار الوفاء الاسلامي وحركة حق شعار هذا العام يا ابا الله لنا ذلك وهذه الكلمة التي استقيناها من خطاب الامام الحسين عليه السلام ومن مدرسة كربلاء لان كربلاء ليست بقعة جغرافية وانما هي مدرسة تمتد عبر الازمان والعصور نحن اليوم في امس الحاجة لاستلهام دروس كربلاء ودروس عاشوراء لذلك نحاول من خلال هذه اللقاءات التي ستكون في خمس الليالي القادمة ان نضيع على هذه الكلمات كلمات الامام الحسين عليه السلام عندما قال الامام الحسين عليه السلام يأبى الله لنا ذلك في اللغة العربية بمعنى كلمة يأبى بمعنى امتنع والامتناع الشديد ليس الامتناع فحسب بل الامتناع الشديد حينما ذكر الامام الحسين في خطبته ذكر كلمة الاباء مرتين المرة الاولى حينما قال يأبى الله لنا ذلك وهو الشعار الذي تبنيناه وفي مقطع اخر قال ونفوس ابيه وقد وردت هذه الكلمة يأبى والاباء في القرآن الكريم عدة مرات فمثلا يذكر صاحب الكتاب الراغب في مفردات القرآن الكريم الاباء بمعنى شدة الامتناع فكل اباء امتناع وليس كل امتناع اباء إذن الاباء ليس الامتناع فحسب بل شدة الامتناع هذا ما نريد أن نشير إليه في قضية أن كثير منا قد يرفض الذل ولكن عندما تضغط عليه الظروف قد يرضخ للذل كثير منا قد يرفض الظلم ولكن عندما تضغط عليه الظروف يقبل بالظلم كثير منا يرفض الاستسلام ولكن عندما تضغط عليه الظروف يرضخ للإستسلام الإمام الحسين عليه السلام استخدم مفردة الاباء يأبى الله لنا ذلك بمعنى حتى لو كان هناك ضغوط حتى لو كانت هناك ظروف ضاغطة على الإنسان يجب أن يمتنع امتناع شديد اليوم كثير من أولئك الذين يبررون مشاركتهم في الانتخابات الصورية الشكلية القادمة يقولون أنه لا طاقة لنا تعب شعب البحرين تعب المساجين تعبت الأمهات هذا الكلام إذا كان الأمر بيدي وبيدك ولكن هنا الإمام الحسين أشار إلى مسألة في غاية الأهمية وهي أن الإباء الموجود هو إباء من الله سبحانه وتعالى وليس إباء مني ومنك عندما عبر قال يا أبى الله الله سبحانه وتعالى يرفض لنا ذلك هذا الإباء يرفضه لنا من نحن يرفضه لنا بما نحن مؤمنين إذا كنا مؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى يقرن عزتنا بعزته يقول إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فيقرن عزة الله سبحانه وتعالى التي هي في مقابل الذل يقرنها بعزة الله سبحانه وتعالى هنا عندما نقول يا أبى هذه إرادة من إرادات الله سبحانه وتعالى والإرادة الإلهية على قسمين القسم الأول هي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف كما هي إرادة الله سبحانه وتعالى بطلوع الشمس أو بغياب الشمس أو بمجيء النهار أو بمجيء الليل أو بدوران الأرض كل هذه إرادة تكوينية هذه الإرادة التكوينية لا تتخلف لا تتوقف ليس للإنسان دور في إيقافها وفي إيجادها ولكن الإرادة الثانية وهي الإرادة التشريعية وهي توجيه الله سبحانه وتعالى لنا كبشر كمؤمنين يقول لنا أريد لكم أن تصلوا أن تدخلوا الجنة ولكن نحن إذا أطانا الله سبحانه وتعالى ندخل الجنة وإذا خالفنا الله سبحانه وتعالى لا ندخل الجنة هذه الإرادة تسمى الإرادة التشريعية عندما عبر الإمام الحسين عليه السلام بأنه يأبى الله لنا ذلك إشارة إلى هذا النوع من الإرادة بإمكان الإنسان أن يرفض الذل ويرفض الاستسلام والخضوع والخنوع للطغاة والمجرمين وبإمكانه أن يستسلم لإرادة الطغاة والمجرمين ولكن ما هي الآثار وما هي الأمور التي يأباها الله سبحانه وتعالى ويمنع ويمتنع ويمنع عنها منعا شديدا الأمر الأول وهو ما ذكره ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة فالأمر الذي يرفضه الله ويأباه الله سبحانه وتعالى هو الاستسلام لإرادة الطغاة والمجرمين إذا استسلم المؤمن والمجاهد لإرادة الطغاة والمجرمين عندما يخيره الطغاة بين الاستسلام أو الموت فإن عليه أن يختار الموت العزيز على الحياة الذليلة وهي ما قال عنه وعبر عنه الإمام الحسين عليه السلام موت في عز خير من حياة في ذل وهي التي عبر عنها يأبى الله ورسوله لنا ذلك يأبى الله لنا ذلك إذن المطلوب عندما يخيرنا الطاغ بين الموت بين السلة وبين الذلة بين مصارع الكرام وبين حياة الذل والهوان فإن المؤمنين والحسين والسائرين على خط الحسين يختارون المواجهة التي قد تكلفهم حياتهم وتكلفهم راحتهم وتكلفهم أمنهم وتكلفهم حريتهم يا شعب البحرين يا شباب البحرين يا أخوتنا الثائرين في البحرين لا يدخلنكم اليأس والضعف والهوان أخوتنا أخوتنا وأعزتنا من يرزحون في غياه بالسجون يا من طالت عليهم الليالي بقسوتها أيها الأمهات الصابرات لا ينبغي أن نضعف أو أن نهون أو أن نستسلم لإرادة الطاغ الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن نحيا أحرار وأن نعيش العزة والكرامة وأن لا نرضخ ولا نستسلم للطغاة والجبابرة إذا استسلم المؤمنون وخضعوا لإرادة الطغاة فإن ذلك تمكين للظلم وبقاء للظلم وانتشار للظلم ونكون كمن ساهم في ظلم نفسه الذين قال لهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية تعبر عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ظالمي أنفسهم لماذا ظلموا أنفسهم لأنهم استسلموا لإرادة الطغاة والجبابرة المؤمن أمام خيارين إما خيار المواجهة وإما خيار الرحيل والابتعاد عن ساحة المواجهة ولكن دون الاستسلام والتسليم خيار الهجرة خيار العدة والإعداد والمقاومة لذلك عندما خير الطاغي المجرم ابن زياد ويزيد ابن معاوية الإمام الحسين عليه السلام بين الحرب العسكرية وبين الاستسلام والذلة صدح بصوته ورفع صوته بأنه هيهات من الذلة الإمام الحسين عليه السلام لم يكن راغبا في الحرب العسكرية ولكن لا عن خوف ولا عن رعب وإنما كان يخشى على القوم أن يدخلوا النار بسببه لأنه في حال قاتلهم وقتلهم سيدخلون النار وفي حال قاتلهم وقتلوه سيدخلون النار لأنهم يواجهون الإمام المعصوم وحجة الله في الأرض وخليفته في الأرض فحينما كان يبكي الإمام الحسين كان يبكي على القوم لأنهم سيدخلون النار بسببه فما كان بيد الإمام الحسين عليه السلام إلا خيار المواجهة أما خيار الاستسلام فهذا الخيار كان خيارا مرفوضا بشكل قطعي لدى الإمام الحسين عليه السلام لأن فيه تمكين للظلم والفساد والجور وفيه ظلم للنفس والأجال وللإسلام وفيه انتشار للرذيلة وموت ومحاصرة للفضيلة والأمر الآخر فيه إذلال للمؤمنين ورد في الرواية عن الإمام عليه السلام إن الله قد فوض للإنسان كل شؤونه إلا أن يذل نفسه كل أمور الإنسان مفوضة إليه إلا أن يقبل بالذل لذلك عندما عبر الإمام الحسين قال يأبى الله لنا ذلك أن يرفض رفضا شديدا لذلك ليس من خياراتنا وليس من حقنا أن نقبل بالذل أو أن نعيش الهوان تحت مبررات الواقعية وتحت مبررات فن الممكن وتحت مبررات أننا لا نستطيع أن نغير شيئا لا الله سبحانه وتعالى يأبى أن نعيش أو أن نقبل حياة الظل والإمام الحسين عليه السلام قد قطع الطريق عن كل الناس من هو أعظم من الإمام الحسين عليه السلام ليقدم الإمام الحسين نفسه الزكية الطاهرة قربانا من أجل العزة والكرامة ليرفض الذل والهوان نحن في عصرنا الحاضر وفي زماننا الحاضر يمكن أن نضرب بثالين للذين رفضوا الذل وعاشوا الإباء حتى لقوا الله سبحانه وتعالى مضرجين بدمائهم سقوا هذه الشجرة التي زرعها الإمام الحسين عليه السلام شجرة العزة والكرامة المثال الأول الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر عندما جاءه مسؤول الاستخبارات العراقية وبدأ يفاوضه بأنه قدم تنازل بسيط من أجل أن يعفو عنك صدام اللعين قال له فقط اعتذر واسحب فتواك في حرمة الانضمام إلى حزب البعث وصدام مستعد أن يعفو عنك أبى السيد الشهيد الصدر ذلك قال له لا نريدك أن تسحب فتواك أدن الثورة الإسلامية في إيران أبى الشهيد الصدر ورفض ذلك قال له لا نريد منك شيء امدح الحكومة لأنها عملت شوارع لأنه يوجد تعليم راقي للخدمات التي تقدمها إلى أبناء الشعب العراقي رفض وأبى ولم يقبل أن يمدح النظام البعثي ولو بكلمة واحدة بكى حينها فاضل البراك مسؤول الاستخبارات العراقية بدأ يبكي بين يدي الشهيد الصدر وقال كلمته المعروف حيف علمثلك ياكل القاع حيف علمثلك ياكل القاع بدأ يبكي بين يدي السيد الشهيد الصدر كان بإمكان السيد الشهيد الصدر أن يبحث له عن أي مبرر ليقبل حياة الهوان والذل ويعيش بقية حياته ويدرس في الحوزة العلمية ويؤلف الكتب العلمية الراقية والكبيرة ولكنه أبى ورفض ومشى وسار على خط الإمام الحسين عليه السلام المثال الثاني وهو الشهيد السعيد الشهيد باقر نمر الشهيد النمر رضوان الله تعالى عليه طلبوا منه أن يعتذر أن يتراجع عن مواقفه عندما أخذوه إلى المحكمة سألوه هل أنت على مواقفك قال نعم أنا على مواقفي أطالب بخرج درع الجزيرة من البحرين وأناصر قضية وثورة البحرين وأرفض حكم آل سعود وأرفض البيع لآل سعود قالوا له تراجع قليل قدم رسالة اعتذار ونحن سنجلب لك العفو عن الإعدام رفض الشهيد النمر ولم يقبل ولم يخضع جاءوا إلى عائلته أرادوا أن يقنعوا عائلته أن يقدموا التماس ويكتبوا رسالة إلى الطغاة المجرمين بأن يعفوا عن الشيخ النمر رضوان الله تعالى عليه فاتصل الشيخ النمر بعائلته وقال هذه القضية قضيتي وهذه الحياة حياتي ولا أبرئ ذمتكم إذا طلبتم العفو عني أراد أن يسجل موقفا للتاريخ أراد أن يستنهض الأمم أراد أن ينفض الغبار غبار الظل الذي علق بلباس وبحياة الأمة التي اعتادت على أن تعيش حياة الظل والهوان نحن اليوم على مائدة مدرسة كربلا نستلهم منها العزة والكرامة والإباء والشموخ ونحن الذين نهتف ليل نهار يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كربلا لم تنتهي كربلا باقية حاضرة وهذه الساحات كلها مدارس كربلا وأراضي كربلا وقضية كربلا نحن الذين نقرأ في زيارة عاشورا اللهم في السجود نقول اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين قدم الصدق مع الحسين عليه السلام هو السير على خطى الحسين وعلى منهج الحسين لا نبحث عن التبريرات ولا نتهرب عن مسؤولياتنا ولا نقبل بحياة الذل والهوان عندما تتعارض مع الموت العزيز ويكون شعارنا هو شعار الحمام الحسين عليه السلام موت في عز خير من حياة في ذل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته